تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل الأنبياء أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء من كان يعبد الأنبياء فذكر قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذن كان من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء من دون الله عز وجل مثل من كانوا يعبدون عيسى ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغبات ويعبدون أمة وأمه ليست نبيا وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين فكانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين الأنبياء مثل عيسى والصالحين مثل أمة كانوا يعبدونها من دون الله وجعلوهما شريكا لله قالوا إن الله ثالث ثلاثة جعلوهم ثلاثة المستحقين للعبادة الله ومريم وعيسى وعبدوا هؤلاء الثلاثة كلهم عبدوا الله وعبدوا معه عيسى وعبدوا معه أمه فإذا من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام منهم من كان شركه عبادة للأنبياء وعبادة للصالحين